هكذا كان من المفروض أن تنزل مركبة بيريغرين على سطح القمر لكن مصيرها سيكون الاحتراق في الغلاف الجوي لكوكب الأرض هذا ما أعلنته شركة أستروبوتك الأمريكية في بيان لها على موقع إكس والسبب هو تسرب للوقود من المركبة قبل وصولها إلى القمر ورغم أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها الرئيسي إلا أن المركبة التي يعني اسمها السقر الجوال تمكنت من إجراء بعض التجارب العلمية وتسجيل بيانات الرحلة لصالح الوكالة الأمريكية للفضاء ناسا وكانت المركبة قد انطلقت إلى الفضاء في الثامن من يناير الحالي على متن صاروخ فولكنس انتور المملوك لشركة يونيتد لونش ألاينس التي نتجت عن شراكة بين بوينغ ولوكهيد وتختص في صناعة الصواريخ الفضائية لمنافسة صواريخ سبيس إكس والصواريخ الروسية في إطلاق الأقمار الصناعية والمراكب القمرية وتدخل مهمة بيريغرين ضمن عدد من مبادرات القطاع الخاص المختص في مجال اكتشاف الفضاء في الوصول إلى القمر بالشراكة مع ناسا أنس نماسي العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر